السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم إني أرق وأطيب التحية في المعدة بالذات ولله الحمد والمنى منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي هتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر سائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقة الماضية وقفنا تسلسل حلقات اللي كنا بنعملها عن مخزون المبيض من البعيدات إكراما لخاطر السيدة منار اللي اتصلت وقالت باللفز سائل ما سمعتكم ملخص مكلمتها المرة اللي فاتت أنا عندي تكييس مبايد ويتم خداعها الخداع المستمر من أول وهي آنسة لما تتجوزي الدورة حتتزبط ولدرجة إن إيه يعني إن عندك تكييس ولا مشكلة على الإطلاق شوية منشطات والدنيا حتنتهي وقلنا إننا سنكشف الحقيقة لمنار وجبنا الفيديو والفيديو اللي شفناه أقسمنا الجزئين الجزء الماضي كان يتحدث بوضوح عن إحباطات السيدات المخدوعات من المتكييسات وعن الآثار السلبية لهذا المرض وحجيب لحضراتكم فيديو طويل يتكلم عن الآثار السلبية لهذا المرض لكن هنعرض لحضراتكم ملخص الجزء اللي شفناه الحلقة الماضية الآن ونتوقف فيه عند خطر وجملة واضحة وحنسمعها لكم بالصوت أن مريضات تكايص مبايد عرض الإصابة بالسكر وعرض الإصابة بعض أنواع سرطانات الجهاز التنسلي وحتلاقوا على الشاشة مكتوب أنهم عرضة لكارديوفاسكولار ديزيز بروبلم يعني مشاكل الأمراض القلبية والأزمات القلبية نفتكر مع بعض اللي عرضناه الحلقة الماضية ونشوف ملخص ما شهدناه إلى أن نبدأ الجزء الجديد نشوف الجزء الأول اضحوا بأن مع Pelizzano شروع. هذه المرة при دوره في الهنة كانتIR المعرفة بأنها كانت لوحة بي segments. هي في القر entrevئت بأن تص sodassيهم شروع儿 درشالك عليها في مجهوده Studio أريد أنها ترجمة بادئة يتقال في معناركة اصدقاء الرائعة أ making مiatric sobre العمل وأقل م geographية أعمالي للشركة في المناسب وستخدم الشخص يمكن أن تشعر فيها تحميك سادرية التشخص cells جتوري كتنين بسبح لحظة المخصص عندما مع نهاء بلدكسي وهمون سيئة من التخاري أو تسعر لأنه سيكون عم كانا تغدد ويقدا إلى مجرد ويسر بمزر المعظم توضعه سيصنع بعدها و أطلعًا ، قام بسطل ميزاني و شحيه و هو خيار حياري و استخدامت بسطل ميزاني و و حيث يتعلق هذا و ينزل محيين و يتعبه و يتعبه و حيث يتعبت فيه الهداء و يتعبون انتظر ليه عندما يتعبوني يتعبوني ميزاني و يميزاني و ينتقل اللبع و تحضير معي و شعوري كان هذا هو الموجز وسأخل لخص لحضراتكم هذا هو السيناريو المعتاد لأنسة عندها تكيس مبايد فبيتقال لها ايه يعني ان الدورة ملخبطة انها دايما كل السيدات عايزة تعزي ان الدورة ملخبطة الى ان انا اصلا عندي سترس اصلا عندي امتحانات اصلا عندي ضغوط اصلا لدي فترة القلق والامتحانات كل هذا الوهم الذي تريد السيدات ان تضع نفسها فيه لتبتعد عن اي مرض لا دا عادي ان الدورة ماخرة هي كمان قالت كده انا عشان رحت الجامعة وكان عندي امتحانات في الجامعة دا الدورة بتتأخر لا دا بيطلع لي شعر فدقني دا دكتور لاحظ كده وقال لي غالبا هيبقى عندك تكيس مبايد وبعدين محدش طلب تحاليل للهرمونات ثم اكدت ان الصنار اللي بيجرى من البطن هو خداع ولا يرى اي شيء وشفنا الشكل الكلاسيكي للصنار المهبلي وشفنا مريضة كانت مريضة تكيس مبايد وهي طبيبة تغذية وقالت ان انا قدرت اعكس التشخيص بتاعي في اربع شهور وجملة مهمة جدا سمعتها لحضراتكم ان it's curable هل نقدر نشفي تكيس مبايد it's not curable ردت عليها كده it's controllable لا يمكن شفاءه لا يمكن يمكن السيطرة عليه واخر جملة لا اعلم لماذا يكون الاطباء مخادعين وهما يتحدثون عن مرض مزمن سيلوازمك حياتك كلها محدش بيقول الحقيقة وان هذا المرض سيؤدي بك في النهاية الاصابة بمرض السكر وبعض سرطانات وقالت كده يوترعين كانسر وسمعتها لحضراتكم and cardiovascular disease دي حقيقة الخداع والسيناريو والمسلسل المتكرر يوميا في خداع الانسات والسيدات المصابات بتكيس المبايد والتهييف من هذا المرض والاستخفاف بيه واستخفاف بهذه المشكلة هذه حقيقة الامر كيف يمكن تشخيص وكيف يمكن علاج تكيس المبايد هذا ما سنستكمله مع حضراتكم في حلقة اليوم في فيديو اخر سأزن حضراتكم في فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل بشة خير والحقيقة حول تكيس المبايد الصبر ما تعبوهاته بتحلف بتحلف الحمل دي نعمة وآيات بحضراتكم وعودنا اليكم بعد الفاصل ونواصل الحديث عن الملعون الأكبر في قصة تأخر الحمل ولما لا وهو السبب الرئيسي لتأخر الحمل في السيدات على مستوى العالم السبب الأول لتأخر الحمل من كل أسباب تأخر الحمل على مستوى العالم هو تكيس المبايد حيث أنه خلال هرموني وحيث أنه أكثر الأمراض الهرمونية إصابة للسيدات متوسط الإصابة به حوالي 10% بين كل سيدات العالم لكنه له علاقة ببعض الأعراق وبعض الأجناس فمنطقتنا العربية الأرقام تقريبا ضعفين لتلات أضعاف المعلن في كل أنحاء العالم نتيجة لاستعداد جيني ووراثي واستعداد وراثي للإصابة بمرض السكر يستشري هذا المرض بين السيدات العربيات والشرق أوسطيات كاستشراء النار في الهشيم وممكن نشوف الفيديو طيب ناخد الاتصال الأول تفضلي يا أم ألو أيوة آي يا دكتور تفضلي يا دكتور نعني جيلي 30 سنة أيوة وعالج بيش الوحدة عدة 30 سنة أيوة وعملت من جارة بطن ومن جارة نحن لا لا ثانية واحدة ثانية واحدة حضرتك كعادة السيدات ما قلتيش إن أنا ما حملتش من بعدها خالص ما قلتيش ده ما قلتيش الجملة دي وحضرك قلت إن عندها ثلاث سنين حضرتك حملت فيها على طول ولا كان فيه تأخر في الحملة قبلها يا عندها ثمان سنين يا رب عندها ثمان سنين أي ثمان سنين وحضرتك حملت فيها على طول ولا كان برضو فيه تأخر في الحملة قبلها لا كان فيه تأخر بعد أربع سنين يعني تمام والسبب وكل دي دايما دول مريضات تأخر الحمل يريدنا أن يخفينا كل شيء والسبب لتأخر الحمل اللي كان في الأربع سنين قبل البنت كان إيه السبب كانت إيه المشكلة أنا صحيح ما عرفش المشكلة بس كان عملتهم منزل برضو جب المحمل في البنت آه والدورة منتظمة الدورة أيها منتظمة لك نعم كل تلاتين يوم ولما عملت منزار أول مرة قالولك عملوه ليه ولقوا فيه إيه وناتجته إيه أول منزار مش تاني أول منزار كان في كيس مياه في الأنبوبة ومشتاني كيس جنب الأنبوبة؟ صحيح ولا كيس في الأنبوبة؟ في الأنبوبة في الأنبوبة يعني كان فيه انتفاخ وقيلة مائية في الأنبوبة التهاب مزمن في الأنبوبة أدى إلى انسدادها وتجمع مائي داخلها مظبوط كده؟ صحيح يا بك أيوة يبقى عمله ربط أو غلق أو فصل للأنبوبة لأن الأنبوبة المنتفخة سبب رئيسي أن ما يحصلش حمل لطبيعي ولا حقن مجهاري وإذا حصل حمل تضره وتسبب إجهاضه وبالتالي يجب التخلص من هذه الأنبوبة فعمل حضرتك منظار لفصل هذه الأنبوبة والتخلص منها لمنع ارتشاح السوائل اللي فيها إلى الرحم وأعاقد زرع الأجنة وحصل حمل بعده حصل حمل بعده على كل بشكل جميل لأنه دي تأثيرها السلبي سيء جدا وإزالتها شيء هام جدا والتأثيرات الإيجابية لإزالتها بتبقى هامة جدا فالوقتي حضرتك بأنبوبة واحدة وحصل حمل منها وده يثبت للناس أن الأنبوبة لا يتمنع حمل وبعدين أنا أعملت منظار ثاني عندك من سنة والأنبوبتين موجودين أنا أعملت في فيل في الكيس كان سادد الأنبوبة نفسك آه يعني الكيس كان سادد الأنبوبة ما كانش في الأنبوبة آيوة كان سادد الأنبوبة كان ملأ وصول فلما أزالوا الكيس والأنبوبة اشتغلت حصل حمل ده أول منظار وبعدين أعدت ثمان سنين ما بيحصلش حمل ايوه فجيت لحضرتك عملت لي منزان الباطني ومنزان راحني طلع فيه ايه بقى انت حضرتك بسري وفيه بسانهم هاي جاو تمام وبعدين جزء يسافل بقبيعة بشارعان طولك ومحصل في حال فهو دي الوقت اللي رجع يعني ايوه السؤال ايه بقى دي الوقت جزء رجع دون ثلاث شهور وبقدم منشط ومحصل في برد حال حضرتك الظاهر ما قرطيش التقرير بتاع المنزار اللي مكتوب فيه بوضوح ان بعد المنزار اللي بنكتشف فيه مرض البطانة المهاجرة فيه خمسين في المية من الستات هتحمل وخمسين في المية مش هيحمله فالمقصد انه ايه عادي ووارد ومقبول من اثار هذا المرض ان يحصل حملة او ما يحصلش والخمسين في المية اللي حيحصل لهم حملة حيحصل لهم عند اكتمال ايه ست شهور تنشيط على الاقل اللي حضرتك لسه ما عدتيش منهم اللي ثلاث شهور وبالتالي القرار ايه اللي مكتوب وما غيرناهوش ومش حنغيره انك تستكملي الثلاث شهور تنشيط ووارد يحصل فيهم حمل ايوة ووارد قال لا يحدث حمل نعم واذا لم يحدث حمل يجب التفكير في اللجوء للحقن المجهري وعلى فكرة الجمل دي هي اللي مكتوبة في التقرير اللي في ايد حضرتك بقاله سنة بس حضرتك الظاهر ما قرطيهوش مكتوبة سعلا يا دكتور بس انا بجيب يرفض الحجم المجال دي خالص انا ما قلتش انك لازم تعملوه انا بقول الطب بيقول ايه في حالتكو تعملي ايه هو مكتوب عند حضرتك في التقرير انه تعملي ايه تاخدي تنشيط للطبويد قد ايه ست شهوري يا جديد وهو حضرتك خدتي كام شهر خدتي ترب شهور يبقى اكيد الاجابة هتكون ايه موجة تاخر يا دفع طب لما يبقى موجود هناخد ايه منشف لمدة ست شهور تلاتة تانيين لان فيه تلاتة عدوا مظبوط وهو ده اللي مكتوب ومشروح ومتقال لحضرتك اكتر من مرة ان شاء الله ربنا يجعلهم بفايدة نعم اللعف ده شيء جميل هل نشوف الفيديو طيب ممكن نشوف الفيديو نشوف بقى كيف هيتم تشخيص وعلاج تكيوس المباعد ممكن نوقف الصورة على كده نوقف الصورة نوقف الصورة هذه السيدة اذا كنا رجعنا اذا درنا نرجع خمس ثواني بتقول ان انا رحت الخمس ده كترة قبل ما يتم تشخيصي بتكيوس المباعد نرجع كم ثانية كمان قبل ما يتم تشخيصي تشخيصي رحت الخمس اطباء بنفس الشكوى محدش كان بيقول لي حاجة عادي وطبيعي واي يعني اندورة بتلخبط وبكرا لما تتجوزي تتزبط كلام وهم تمام والدورة اللخبطة دي لا تعني اي شيء طالما بتيجي خلاص ده ده وهمتين تمام وان الدورة تبقى فيها تغير في كميتها وعدد ايامها وان شعر الراسي بيقع وان بشرة دهنية وان في حبوب بتطلع في وشي وان 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 كل ده يتقلي عليه عادي في المتوسط خمسين في المية لما تيجي واحدة العيادة عندنا وتقول لنا انتو اول ناس تقول لي ان عندك تكايس موبايد نقول لها الحقيقة ان خمسين في المية من مريضات تكايس موبايد ماشيين في الشارع لم يتم اخبارهم بالحقيقة بانهن مريضات فنسبة تشخيص هذا المرض قليلة ليس لصعوبته ولكن لرغبة الاطباء دائما في خداع السيدات نكمل بعد ازن حضرتكم الى ان ذهبت الى طبيب متخصص وتم ابلاغي بالتشخيص الصحيح لما تبلاغت بالتشخيص الصحيح ممكن نعلي الصوت نخلي صوت الفيديو موجود بعد ازن حضرتكم نوقف الصورة هنا نسبة الاصابة بالتكايس موبايد من 28% ده متوسط الاصابة في العالم هذه ليست طبيبة دي سيدة مريضة بس عرفت الحقيقة لما تقال لها التشخيص بتانت تدور عشان تعرف الغف من السمين تعرف اقوال الاطباء الامناء الصرحاء من اللي بيخدعوها نسبة الاصابة بالتكايس الموبايد هي الاعلى في العالم هو اعلى مشكلة هرمونية والنسبة تصل الى 20% في بعض المجتمعات وفي اماكن اخرى النسبة قد تكون اعلى لانه له علاقة ببعض الاعراق او بعض الاجناس نكمل الفيديو نوقف كده بعد ازن حضرتكم اول نصيحة تم نصحها بيها هو نظام غذائي نظام غذائي نظام غذائي طبعا بنقل الكمية النشويات والسكريات وبتاخد خل التفاح علشان يساعد على معدل حرق ويساعدها على فقد الوزن كل ده شيء طعمه مش ظريف وعلينا ان نتحمله عشان نشوف النتيجة نكمل فيديو هذه سيدة شرقة اوسطية تعيش في انجلترا وهي من اكتر المناطق مش انجلترا الشرقة اوسطيات من اكتر المناطق اصابة بتكايوس المبايد في العالم الرياضة عكس ما الناس بتقول دي عامل مساعد ما هيش هي اللي بتخسس الرياضة عامل مساعد للنظام الغذائي لكن نظام الغذائي هو الحتمي اما الرياضة فهي عامل رفع الحالة النفسية والمساعدة شوية في ان نظام الغذائي يجيب نتيجة اسرع نوقف كده بعد ازن حضراتكم من المشكلة ان لما منقول للسيدات ان تعملوا نظام غذائي مشكلة عدم تعاون الناس في البيت اللي يقولولها ادخل منك وبيخلفه واللي يقولولها لا مش مهم انك تخسي او ان يحبك بقى انه هي بحد دكتور ايلا انها تعمل رجيم كل يوم بيعملوا الاكل اللي هي بتحبه اللي مش قادرة تاكله كل يوم بيعملوا محشي وبيعملوا بكرونة فبالتالي مش قادرة ده فمقاومة لازم يكون فيه مساعدة مجتمعية من عائلتها ومن المجتمع عليها على فقد الوزن هنشوف تلاجة السيدات اللي عندهم تكايص مبايد خلي بالكم هزي السيدة عندها درجة شديدة من تكايص مبايد ويبنلكم انها مش ممتلعة اوه في الوزن ده وزنها وجسمها عادي لكن لما هنشوف الامتلاق في منطقة اسفل بطن نكمل الفيديو بعد ثلاثة اسابيع من الرجيم ابتدى يبقى عندها صداع وقلم في البطن هنشوف ده هينتهي لإيه جاءت دورة بعد تأخر شهر كامل بمجرد عمل نظام غذائي وفقد الوزن هذا هو اساس العلاج العمل الوحيد نوقف البيديو الحاجة الوحيدة اللي هي عملتها هي تغيير نظام الحياة وتغيير نظام الغذائي وكانت تعتقد ان نزول الدورة والتأخر لشهور قد يحتاج إلى أدوية وعلاجات لكن مجرد ما فقدت عدة كيلو جرامات وغييرت نظام الحياة ونظام الأكل ابتدى يحصل تحسن في الحالة الهرمونية مش بس في الحالة الهرمونية بمعنى ان الدورة نزلت هنشوف تعليقها على شعرها وبشرتها نكمل الفيديو نوقف كده بعد إذن خضراتكو وطبعا تكييس المواد منتشر انتشار شديد جدا فعلى السوشيال ميديا هنلاقي جروبات جتيرة للمتكييسات بعضها طبعا بيتقال فيه وهم شديد جدا كالأوهام المعتادة وبعضها بيقول كلام طبي لكن مهم من المشاركة المجتمعية لمشاركة الخبرة عشان كل واحدة زي ما هتقول كده بتقول الأعراض اللي عندها وبتقول راحت لدكتور وعمل لها ايه وكيف ساعدها وكيف نجح في علاجها مش كيف تم خداعها على مدى سنوات نشوف نشألغادي maximize م relatات بذلك ايه وم نشألغادي إن شابك ينشألون وم نزول النام مكتابعا وم نشأل غيرتنا كم مسألغادي وم نشألغادي وحش براكل عشان وم نشألغادي وليس أحد شديد جديد جدا و ٹو بالحسب وم se مجراما و بم سلغطي إذا كانت عندك أعراض دورة ملخبطة عندك بشرة دهنية نوقف الفيديو عندك بشرة دهنية تساقط في شعر الراس زيادة في شعر الجسم لا تعتبر أن هذا طبيعي ولا تسمعي لمن يقول لك أنه طبيعي ولا تثقي في من يقول لك أنه طبيعي ويجب البحث عن أسباب هذه الأعراض وعلاجها لأن هذا هو العرض لأن بعض المتكيسات ما عندهمش أعراض فإذا كان ربنا بعت لحضرتك أعراض ودي بتساعدنا علشان نجري لعمل تشخيص مبكر لهذا المرض وعلاج حقيقي فيجب استغلال ده ولا يجب خداع حضرتك بأن الدورة لما تأخر ده شيء طبيعي وإحنا قلنا قبل كده أن الدورة مرآة الهرمونات فالدورة اللي مش منتظمة أكيد معاها خلل في الهرمونات واللي يطلب تحليل هرمونات وقل لي الست هرموناتك كويسة جدا وإنت دورتك مش منتظمة يبقى التحليل ده تعمل غلط في توقيته أو غلط في مكانه في المعمل أو غلط في العين اللي بتقوله أو غلط في اللسان اللي بينطأ وما بيقولش الحقيقة لا يجب أن يؤخذ هذا باستخفاف وباستهانة هذه الأعراض نشوف تاني الأعراض نرجع الفيديو نرجع خمس ثواني ونشغل فيديو تاني بعد إذن حضرتك شوفوا امطلاء منطقة أسفل بطن يا لخاصة الجملة كلها كان علي أن أستمع إلى الأعراض التي أرسلها لها جسمي مبكرا ولا أعتبر أن اختلال الدورة والمظاهر اللي كانت بتظهر عندي حاجة طبيعية وأهملها وكان علي الزهاب إلى طبيب وكان علي الزهاب إلى طبيب متخصص وعندما أدخل الواحد وأشعر أنه بيستهين بي وبيخدعني ولا يقول الحقيقة فعلي أن أبحث عن الطبيب المتخصص يا سيدة منار لتاني مرة بوجه لحضرتك حضرتك سألتيني سؤالين إيه خطورة المرض اللي عندي وده جاوبت عليه المرة اللي فاتت وجايز أجيب لحضرتك فيديو المرة الجاية أأكد على خطورة هذا المرض وإزاي أعرف درجته إيه الخطوات الصحيحة للتعامل معاه النهاردة تكلمنا على الخطوات الصحيحة للتعامل معاه لكن لسه ما تكلمناش على الدرجات الخطوات الصحيحة نمرة واحد هو تغيير نظام الحياة نمرة اثنين هو النظام الغذائي نمرة ثلاثة هو فقد الوزن مهما كان وزن هذه السيدة اللي حضرتكوا شايفينها على الريديو اللي ما تبنش إنها ممتلئة لكن عندها امتلاء منطقة أسفل البطن وفقد الوزن والنظام الغذائي هما أساس علاج تكايص المبايد وبدون هذا الأساس أي بناء يرتفع دون هذا الأساس فهو محكوم عليه بأنه سينهدم على رؤوس من يحاول أن يخدع السيدة ويقول لها أن النظام الغذائي أو فقد الوزن ليس شيئا مهما فهما أساس التعامل مع هذا المرض دي الخطوة رقم واحد يا منار ويا كل المتكيسة الذهاب إلى متخصص يستمع يعتد بالأعراض يهتم بيها يطلب تحاليل يحدد درجة المرض يحدد خطوات للعلاج مبنية على درجة المرض عدم الاستهانة بمرض سيصاحب هذه السيدة العمر كله على مرض نان تريتابل لا يمكن الشفاء منه لكن نان كيورابل لا يمكن الشفاء منه لكن كونترولابل يمكن السيطرة عليه والسيطرة عليه نمر واحد بتغيير نظام الحياة والنظام الغذائي وفقد الوزن الخطوات الأخرى والمشاكل الأخرى انتظرونا في حلقات قادمة وفيديوهات تانية نتكلم فيها عن درجات تكيس المضايد والأثار السلبية المستقبلية لإصابة السيدات بتكيس المضايد السيدات للأسف الشديد بيبقوا هما في سن 20-30 سنة بغصين تحت رجلهم وشايفين ان المشكلة عندهم ان الدورة من لخبطة وانها بتأخر وان عندهم بشرة دهنية وان فيه شعر بيطلع في جسمهم وان فيه تأخر في الحمل وان فيه مشاكل اذا حصل حمل في استمراريته لكن عين الطبيب هي اللي تجب انها تلفت نظرها لنهاية هذا الطريق المظلم عند إصابتها بهذا المرض وانها عند سن 40 فيما فوق حتكون مريضة سكر و50% منهم حيجي لهم ضغط و20% منهم حيجي لهم زباحات صدرية ومشاكل قلبية و15% حيجي لهم أورام غير حميدة في جسم الرحم وهذا هو الحق واليقين وملخص الكلام عن تكيس المضايد اللي حنستكمله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى معنا تصار تليفوني تفضل ألو أيها الفاني تفضل المدام كان عندك تكاسمة بائم أيها وانت حدثت لنا منظور تمام بس احنا مش جاهزين يعني فموك مساء عارضين نأتي له شوية خطر ولا نازم ثوري لا حاضر مش خطر حاضر انا بس هجاوب حضرتك بس ارجو والحي في الرجاء على مريضات العيادة لاتصال بالعيادة انا لما بجاوب هنا بجاوب كلام عام ما عرفش اسمه فلانة دي فانا هجاوب على كلام عام جايز كلامي ده لا ينطبق على حالة مرات حضرتك لان مثلا يعني يطلع ان عندها في التشخيص بتاعها ان كان عندها لحمية جوة جوية في الرحم ودي حجمها كبير ودي لازم تتشال او يطلع ان عندها اعراض مرجحة لان يكون عندها بطنة مهاجرة وساعتها يبقى المنظار يجب ان يجرى على وجه سرعة او يطلع ان المخزون بتاعها كان قليل او يطلع مدة الزواج طويلة انا هجاوب على اجابات عامة هنا لكن الاجابة الخاصة بحالة فلانة هتبقى لما فلانة تتصل عشان نطلع ملفها ونشوفه الاجابة ان تكيس المبايد درجات ودرجات تكيس المبايد الدرجات الشديدة قد تمنع الحمل لسنوات والدرجات الشديدة فرص حدوث الحمل بتزيد جدا بعد عمل منظار لعلاج التكيسات بشرط ان يجري متخصص وطبقا لمعايير معينة هل تأجيل المنظار شهر او اتنين فيه ضرر؟ لا سنة او اتنين فيه ضرر؟ اه طيب خلال الشهر او اتنين دول بس عشان ما بقاش التأجيل ده مضر وكمان يبقى مفيد اننا نأجله اكتر يجب الالتزام باللي احنا قلناه ده بخطوات العلاج بفقد الوزن بالنظام الغذائي بالادوية اللي بتهبط درجة المرض اذا أجلنا ده شهر اتنين ما فيش مشكلة لكن يعني حضراتكم هتلاقوا اكيد مثلا متجوزين بقالكم سنتين تلاتة اربعة ما بيحصلش حمل حصل مشكلة لما نخليهم يعني تلات سنين وتلات شهور لا ما حصلش مشكلة بس في النهاية نبقى بنلتزم في الفترة دي باخد العلاج ده برضو ده كلامي ده كلام عام قد لا ينطبق على حالة زوجة حضراتك لانه مجرد بيقول لنا اسمها ونروح نفتح الملف بتاعة نقول لا 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 ده كان عندها حاجة كزا لتستدعي ان التدخل يبقى اسرع من كده لكن تاني تكييس المبايد هو المرض الاكثر انتشارا درجات الدرجات البسيطة منه قد لا تؤخر دورة وقد لا تمنح حمل دي درجات بسيطة جدا وفي درجات بتعمل عدم اختلال في الدورة منتظمة تماما وفي درجات متوسطة تعمل تأخر بسيط او قلة في الكمية وفي درجات شديدة تعمل لغبطة في الدورة واحيانا في استثناءات لهذه القاعدة ففي سيدات عمدها تكييس المبايد ومن درجة شديدة جدا وعندها دورة منتظمة الحاجة التانية ان تكييس المبايد يصاحبه امراض اخرى تؤثر على فرص ست وخصوبتها في حدوث الحمل الحاجة التالتة ان المنظر هو دوره استكشافي لاستكشاف اي مشاكل اخرى مصاحبة لتكييس المبايد لان على الاقل 25% من المريضات متكييسات عند اجراء المنظر يتضح ان لديهن مشكلة اسمها بطانة رحم مهاجرة وهو مرض لا يمكن اكتشافه قلة بالمنظر والابحاث الحديثة كلها بتقول انه بيجي في المتكييسات نتيجة سوء تعامل الحالة بتاع التكييس المبايد وتأخير العلاج الصحيح وهذا يمثل حمل على المريضة اللي عندها تكييس لانه بيقلل من تفاقلنا بفرص حملها وكل ما بينسيب وكل ما بيزيد اكتر الحاجة التانية ان المنظر بيتم فيه تحفيز المبيض لتحسين الاستجابة للعلاج والمنشطات في المتكييسات وبالتالي تزداد فرص حدوث الحمل بعد اجراء منظر العلاج تكييس المبايد بشرط اتباع الخطوات الصحيحة في التعامل مع الحالة وتصل فرص الحمل بعد المنظر لـ 70-80% من الحالات خلال 6-8 شهور من اجراء المنظر معنا تصلت لفوني اخر السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بحضرتك لو سمحت انا مريض التكييسات من 8 سنين طبعا تمت الشخص غلط وربنا كرمي الحمد لله وعملت منظر وحملت السفاكز الحمد لله ربنا كرمي البنوت طيب حضر ربنا يخليها لك حضرتك حملتي فيها بعد قد ايه من المنظر 10 سنين بعد قد ايه من المنظر 4 شهور بالزبط هذه هي الفترة اللي بيحصل فيها حمل بعد المنظر أنا دايماً أهو بقول لكم دي اتصالات من الحياة أول شهر بعد المنظر بيقى التبويض ضعيف ونادر فرص حدوث الحمل بتزيد من تاني شهر البيك أعلى فرص لحدوث الحمل بعد المنظر شهر الثالث أو الرابع من إجراء المنظر تمام؟ عمرها قد ايه لبنوتة؟ يعني 1 شهر شهر دلوقت إن شاء الله يعني تقترب من سنة فحضرتك بتكلميني عشان بتفكري منك تحملي تاني وحتسأليني أنا هحتاجة عمل منظر تاني ولا؟ خاصة يا دكتور من سنة كبير سنة كم سنة؟ مش حابة أتأخر يعني سنة كم سنة؟ 32 ده مش كبير قوي والمخزون؟ المخزون بيبقى يعني مش قوي يعني يعني عملت منظرين اتنين لا 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 ساري واحدة ما فيش حاجة أسمعها المخزون مش قوي المخزون رقمه كام؟ لا بصراحة تحليل مش معي دلوقتي طيب حضرتك احنا عملنا منظر امتى تقريبا من سنة ونص مش كده؟ ايوة من سنة ونص كده ان شاء الله تمام وحضرتك كنت عملت منظر قبله بس ما كانش جموك دي في ان يحصل حمل ان حصل حمل بس كيس كان كان فاضي لان المنظر الاولاني محدش نبه حضرتك ان قبل المنظر لازم تخسي ووزنك يتضبط وهرموناتك تتضبط فخدوك يمضار للنار وعملو لك منظر فلم يوقتي ثماره بجدوى جيدة صح؟ وده كان بسبب حضرتك الكبتور ان ده بسبب التكاييسات بتبقى ضعبك لها اعراض ممكن تبقى يحصل حمله بس يحصل ما انا عارف ايوة بس اقصد ايه ان المنظر الاول وزني كان كويس يعني انا كنت سبتين كيلو انا كان وزني مناسب يعني وكانوا بيجوني على الميزانة على طول فانا حابة ده وقت ان انا حصل على الحمل التاني بذات ان سني كبير حاسة ان يعني ان انا حمل كبير اولا هو السن سن حضرتك كسن كرقم مش كبير نمر اتنين احنا ما بيهمناش سن الستات اللي في البطاقة بيهمنا سنهم من ناحية فرصهم في الحمل من ناحية المخزون ومرأة تكاييس المبايض رغما عن المشاكل العديدة اللي بيعملها في ميزة واحدة لو في ميزة واحدة في مرأة تكاييس المبايض انه بيحافظ السيدات على مخزون المبيض من البويضات لان المبيض ما بيطلعش بويضات فقصة السن هنا مش فرقة قوي لكن طبعا بتقل الجودة وكفاءة البويضات رغم ان العدد بيبقى كبير السؤال اللي حضرتك عايزة تسألهولي انا ممكن بعد سنة من ولادة البنت ابتدي افكر فيه حمل تاني الاجابة نعم السؤال التاني تب الوقت المواصب يا دكتور يعني ان انا اذهب للدكتور هقول الوقت المواصب يمكن يجي فيه هقول والله هقول هقول كل حاجة لفضل 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 حضرتك بس عايزة تسألي على اي حاجة تاني عشان انا هقوله كله على بعض كا وتسمعيني من خلال التلفزيون طيب بعد ست شهور من الولادة يمكن لحضرتك العودة الى النظام الغذائي اللي احنا بنحط الناس عليه والى ادوية لضبط مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسونين بعد سنة من اكتمال الولادة بعد اكتمام سنة ممكن التفكير في حمل اخر لان ده وعند مواردات تكيس قد يستغرق وقت طويل عشان يحصل حمل وبالتالي بنسعى بدري شوية طيب السؤال بقى ان انا عملت منظار كان عندي تكيس من درجة شديدة طوال 6-8 سنوات لم يحدث حمل ويكتمل غير مرة واحدة وبعد عمل منظار فده واضح هو ده تكيس من درجة شديدة على ارض الواقع لم يحدث حمل في عدة سنوات الى مرة مرتين ومرة غير لم يكتمل ومرة واكتمل طب اعمل منظار هل كل سيدة عملت منظار عشان تحمل وعندها تكيس مبايت ستحتاج الى تكرار المنظار ده يقينا نشوف بقى الطب بيقول ايه لان الطب مبني على ارقام واحصائيات طبعا اتفقنا ان الحمل بيد الله ومخدرة ومشيئة الله لا تتوقف امام الارقام اللي انا هقولها دي لكن دي الارقام اللي بيقولها الطب خمسين في المية من السيدات اللي عندهم تكيس مبايت من درجة شديدة اللي ايه عندهم تكيس مبايت من درجة شديدة وبرضو عشان قبل منسى عشان ما بفوتش الاستاذ احمد اللي اتصل قال انا امراتي كان عندها تكيسات وممكن نأجل منظار لا يوجد في مرض تكيس مبايت كان بالماضي فتكيس المبايت هو ماضي وحاضر ومستقبل فاسمها امراتي عندها تكيسات لانه مرض لا يشفى ولا ينتهي العمر كله نرجع تاني خمسين في المية من المتكيسات اللي عندهم تكيس مبايت من درجة شديدة احتجنا لعمل منظار لحدوث حمل قد لا يحتاجوا لتكرار المنظار بشرط الالتزام بالنظام الغذائي وبفقد الوزن وبالأدوية لان الحمل والولادة والرضاعة في حد ذاتها بتحد كتير من درجة الخلل الهرموني في مريضات التكيس بشرط الالتزام بالنظام الغذائي وتغيير نظام الحياة والمحافظة على الوزن لكن خمسين في المية الاخرين حتى مع الالتزام بهذه القواعد قد يحتاجوا لتكرار المنظار وبالتالي الحكم وانا بتكلم بقى خمسين في المية وخمسين في المية الحكم ما يتحكمش وانا قاعد هنا الحكم يتحكم وحضرتك قاعد هنا قدامي وانا قاعد هنا وماسك ورق تحاليل حضرتك وابص على الصنار اشوف حجم المبيض ونعمل اختبار للانبيب بعد الولادة اللي حضرتك ولدتها لما تجتمع العوامل دي نقوم نقدر نرجح الكفة لا الحالة دي يقينا ستحتاج لعمل منظار لا الحالة دي يقينا لا تحتاج لتكرار عمل منظار لا الحالة دي نحاول ناخد علاج عدة شهور فإذا لم يحدث حمل ليبقى الأفضل تكرار المنظار هنخش بتحت واحد من التلاتة كاتيجوريس دول من التلاتة تقسيمات دول بس اللي حيحدد ده هو من يرى الحالة ومن يرى تحاليلها ومن تجلس أمامه ومن يقيمها تقييم صحيح لكن ان حضرتك تفكرين ان يحصل حمل تاني بعد سنة وبتاع مقبول يعني معنا تصال تريفوني آخر نعم عليكم وعليكم السلام ازايك يا دكتور عميلي اهلا بحضرتك انا كويس نسميك صوتك الحمد لله الحمد لله قولك دكتور انا عندي 30 سنة جميل دوست عندي 17 سنة كويس وخلفت ولدين ربنا يخليهم لك البعد سنة كنت ماكتبه لو لو خلت بعد خمس سنين من الملادات الثانية ايو فقعدت نشيك مع دكتورة فخانت يعني بتعمل لي الشعب من عالبط مبتعملش نعمر بريد فما كانتش مكتشفة انها عندي تجريفات ولا اي حاجة فكبتها وروحت مدكتورة سنة فحاروخة مكتشفة احمد ماجد اللي هي الدمائي ايو فمشيت مع دكتورة فكان ماشي متابع معاي ومتابع الصوبوي طب ربس عايز اقول له حضرتك معلش هستأذن حضرتك حضرتك اكيد روحتي ده حد غيري مش انا اللي قالك الكلام ده حضرتك روحتي عند دكترة في مستشفى محترم ومعروف ان فيها قسم تأخر حمل محترم وقوي جدا قالوا لحضرتك ان كل الصنار اللي بتعمل من على البطن وهم لا يرى شيء ولا يشخص شيء وحضرتك ضيعتي سنوات حد بيبص على شاشة سودا وانت فاكرة انه شايف حاجة هو مش شايف حاجة بقولك الله الطبويض كويس وانت ما عندكيش حاجة 30 والله وانا متش معها عن نزام ده لا فاندم لان حضرتك العيادة اللي انت روحت لها دي عيادة متابعة حمل العيادة دي كل السيدات اللي بيروحوا فيها حوامل بيتابعوا حمل حضرتك كنتي لستسناء روحت المكان غير متخصص لما روحت المكان متخصص عمل حضرتك تحاليل وعمل صنار مهبالي فقالولك انت متكيسة ومحتاجة لواحد اتنين تلاتة وتنشيط للطبويض ومتابعة للطبويض مظبوط قلت هعمل منزار حضرتك قال لي انت مش محتاجة منزار نزبط التكيس عندي الخمسة من عشرة مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده يعني بس يعني حكم الدكتور ان درجة التكيس ما كانتش شديدة قال لي ان الدرجة مش شديدة قوي انت حضرتك فيه سنتين راحوا بس السنتين دول ما كنتيش بتتعالج علاج مظبوط فلما نتعالج علاج مظبوط جايز يحدى بس حمل غيء بدون اللجوء للمنزار طيب يعني حضرتك من بعد الولادة درجة التكيس واضح انها علية جدا لدرجة ان ما بقاش تنزل دورة خالص اللي بعلاج والتشخيص ان الدورة ما بتنزلش بسبب التكيس ما فيش اي مشاكل اخرى يعني عملتي فحوصات ما لقوش اي مشكلة هي التكيس هو السبب ايه يا دكتور طبعا عايز حضرتك لو تقولي على دلوقتي بعد الرجيم وعايزة نسي كده الدورة تنجلس معادها معلش قولي تاني الوقتي بعد ايه سماعي الستات كده بعد ايه الوقتي بعد ايه بعد ايه بعد سنتين ونصف لا حضرتك قلت بعد الرجيم عايزة حاجة يعني انش عليها ان هي الدورة ديني كل شهر وفيه يعني لدي مشكلة كبيرة اللي هي التكيسة دي شعر بدأني وحضرتك دهنية وشعر ميزي كل يحتبر شعري بقى الرقم ايوة قربت تصلاعي للأسف طيب وكمان جوزك وولادك وجرانك واخواتك وقريبك ملاحظوش ان حضرتك بقت حالتك النفسية حاجة سيئة وبقت عصبية وهستيرية وبتخاني دبان وشك وبتجري ورا العيال وبتضربيهم وولا اخره ايوة 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 طيب ومحدش كمان او انت ملاحظتيش انك صحية طول الليل ما بتناميش وطول النهار نيمانة وموخمة وبعد اي اكلة بساعتين بتحس بارهاق شديد ورغبة في النوم وانك مش قادرة تسلوبي طولك دهامدان بعد ما داخل يعني بنصف ساعة كده بحثت بها معدن واي جنال والصداع 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 النصفي اه وضع 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 من الوضع اللي بسجري لا هو هو الدهاجان وضع وضع النفس مش تبعنا مباشرة مالوش علاقة بينا ووزنك كم دلوقتي تمانين تمانين وكان وزنك كم لما حملتي في الطفل التاني لما الدكتور قالك نخس وناخد العلاج وان شاء الله يحصل حمل وزنك لما حملتي في الولد كان كام اسم الله عليك عارفة حضرتك بقى الوقتي بتنسى تقوليلي قولي حاجة عشان اه ايه اهم حاجة ايه اللي تغير فيك ايه اللي تغير من الفترة اللي الدكتور زبطك وزبط الدورة وهرموناتك والوقتي ايه اللي تغير ديادة الواج اللي في منطقة اسفل البط وفين كمان وفي السد وفي الارداف والفاخدين والسد اه تمام حضرتك حتقومي ايلالي كده اصلا انا ما بزيتش اللي في بطني لا جيتمه كله يعني جيتمه كله بيجيت طي والوقتي ماشي عليه هو اللي خسسني لا بالوقت مش باخد اي عزيز اولا هو بيخسس هو مش بيخسس هو لازم تغديه وهو علاج حتمي لكن هو مش بيخسس بلاش بس اصيب المعلومة دي هتنتج هو مش بيخسس وهو مش دوة تخسيس وحضرتك لازم تغديه لغرض اخر وحضرتك لازم تخسي لان ده شيء مهم ولازم تغدي عايزين يدمجوا لاثنين في حاجة واحدة يا سيدي خسي مانا باخد السيدوفاش لا يا فندم ما هواش كده خسي دي حاجة ومهمة جدا وخدي ده وده حاجة مهمة جدا لكن الاثنين ما هماش حاجة واحدة ده مش دوة تخسيس ومش كل واحد يقول لي ايه انت كذب الامراطي عشان تخسيسها ممكن اخده معاها يا سيدي ده مش دوة تخسيس مفيش حاجة اسمها دوة تخسيس لا يوجد عقار اللي هو يحقق امنيات المصريات اللي هو نقعد ناكل ناكل اللي احنا عايزينه هات يا واد حلة المحشي دي اللي انتو مش عايزين تكلوها ما تعرفوش قيمتها هاتم ما خلصها وبعد ما خلصها قم بقى هاتلي القرص بتاع البرشامل اللي الدكتور كاتبه عشان ايه اخس مفيش الكلام ده مفيش 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 دوة بيخسس مفيش دوة بيتاخد عشان لا يسد الشهية ولا يقسس ولا يحرق الدهون ولا الكلام اللي انتو بتقولوه ده كله كل هذا الوهم مفيش تعم ولا ده موجود الان ولا حيبقى موجود في القريب العاجل ولا يبدو اي بوادر انه حيبقى موجود في البعيد الاجل تعم ولاد حضرتك الاثنين دول ان شاء الله ربنا يبقيقي ويبقيهم على قيد الحياة ولما حد فيهم يخش كلية الطب ويتخرج جايز هو يكتشف دوة يساعد على ان الناس تخس لكن من هنا الى ان يحدث هذا وده قدامه عشرين سنة اذا حدث ما فيش حاجة اسمها دوة بيخسس تمام ده كده قعدة واضحة حضرتك بتقوليلي الدورة الوقتي ما بتنزلش عندي مشاكل تكايص المبايد من درجات شديدة بشرة دهنية حبوب بتطلع في وشي شعر بيطلع في جسمي شعر راسي بيقع كتير والربط ان انا افقده تماما ايه المطلوب عايزة الدورة تنزل كل شهر ما بقتش الوقت هي مهتمة بالحمل ايه المطلوب؟ واحد فقد الوزن اتنين نظام غذائي تلاتة تغيير نظام الحياة اربعة الدورة اللي حضرتك قلتيني خمسة لما نبقى نوصل لوزن مطلوب ومؤثر نبقى نشوف حالة الهرمونات ونحتاج الى علاج هرموني تاني ولا لا في علاجات بتتاخذ لانزال دورة صناعية اه هذه العلاجات لها اي قيمة في ان الدورة دي تبقى منتظمة او يقال عليها انها منتظمة لا لها قيمة في انها تقلل احتمالية حدوث حاجة اسمها اندوميترا هيبربليزيا نشاط زايد في بطنط الرحم اللي بيقلب بعد كده الى كارسينوما الى اورام غير حميدة في بطنط الرحم وبالتالي ممكن نستخدمها عشان انزال دورة صناعية مع افهام السيدة ان دي مش دورة وان دي مش دورتها المشكلة اللي بيتقلل الست ايه ان خدي ده وامشي عليه فهي بتبقى فاكرة اه انا خدت الدورة والدورة جات منتظمة دي لا دورة ولا منتظمة دي دورة العلاج دي اثر البرشام دي دورة اصطناعية وليس دورة حضرتك ليها دور ان احنا ننزلها اه ليها دور علاجي عامدنا اللي فاهم تكايص مضايب بيحاول يقلل احتمالية سمك بطنط الرحم اللي بيعمل بعد كده ويعمل نزيف بتكلم بالانجليزية عشان الزملاء يعني وبيعمل بعد كده اندوميترا هيبربليزيا نشاط زايد في بطنط الرحم ثم ده البداية الخطوة الابتدائية لانها تتخول الى اندوميترا الكارسنومة او الاورام الغير حميدة في بطنط الرحم لكن هذا لا يهني عن تلاتة ترياد مشهور لازم كل سيدة عندها تكايص مبايد تلتزم بيهم خلي بالك انا حانطق ايه تلتزم بيهم مش تلتزم بيهم لحد ما الدورة تنتظم مش تلتزم بيهم لحد ما تحمل مش تلتزم بيهم لحد ما تجيب العيالة اللي هي عايزاهم كلهم مش تلتزم بيهم لحد ما دورتها تقطع تلتزم بالثلاث خطوات دول مدى الحياة المتكيسات يلتزمنا بهذه الخطوات مدى الحياة life long واحد فقد الوزن يعني ايه فقد الوزن كل يوم كل شوية اقف على الميزان كل كيلو بفقده ميزة اتنين نظام غذائي تقل فيه النشويات والسكريات قدر الامكان وبلاش الحنين ابو قلب حنين اللي بيجي معاها العيادة يقول دي ما بتاكلش دي ما بتاكلش دي قدامي انا ما بتاكلش ازاد باكلتها ده تمام اللي انت شايف ان اكلتها قليلة دي جسمها مش شايف انه قليل بدليل انها ما بتفقدش وزن تالت نصيحة غير فقد الوزن والنظام الغذائي قليل النشوات والسكريات هو عقار الميتفورمين بواء الميتفورمين التلاتة دول دول باكتج لا يمكن الاستغناء عنهم كتلة واحدة يجب ممارستها في كل متكيسة ويجب ان تستمر عليها العمر كله ويا سنها ستين سنة تقول انا الدكتور كان ايه لي وانا عمري عشرين سنة ان انا عندي تكيس مبايد بلاش الاكل اللي فيه نشويات خليني اقلل ده خليني احافظ على وزني فين ارص الميتفورمين هذه هي الحقائق الاكيدة والمؤكدة في التعامل مع تكيس المبايد هذه النصائح الغالية يجب الالتزام بيها والاستماع اليها هذا هو قول الحق واليقين والمختصر المفيد في كل ما يقوله علم النساء والتوليد في التعامل مع تكيس المبايد كل السيدات وكل الانسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا ارجو نكون بالبشرة وبالعلم والمعلومة الصحيحة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله اجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 مع العلم الصحيح ومع المقولة الحقة بشرة خيرا اشتركوا في القناة